بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سلام عليكم عزائي الطلباء طلبت سنة ثانية ثانوي طبعا اليوم ان شاء الله الحصة الثانية حول قياس النقلية ولكن احنا قبل ما نبدأون ذلك التمارين حول النقلية كين قوانين مهمة جدا في الكيمياء اللي لازم كل واحد فيكم لازم يعرفها يعني لازم كم المعلومات هذو ما لازم التلميذ يكون يعرفهم طبعا هذ القوانين هذو ما قلتوهم في السنة اولى يعني عام ليفات قلتوهم ولكن ما زلنا نزيد نسحقوهم هذا العام ونزيد نسحقوهم في تغمين ان شاء الله اذا نبدأ اول شيء يعني في القوانين اول قانون هو كمية المادة طبعا احنا نعرفوا ان كمية المادة كمية المادة عندنا على حساب الحالة الفيزيائية اذا اذا كان عندنا الحالة الفيزيائية هي صوليد مثلا عندي حالة الفيزيائية هي صلبة اذا حالة الحالة الصلبة معندها صوليد كيكون عندي صوليد نعرف انه كمية المادة ان تساوي في petit thème على grand thème يعني ماذا يعني في petit thème يعني كتلة العينة اذا كتلة العينة تكون بالقرام وهذه ام كبيرة هي الكتلة المولية الكتلة المولية طبعا تكون قرام بار مول اذا هذه الكتلة هي كمية المادة طبعا تكون بالمول اذا هذا اول قانون لما تكون عندي الحالة الصلبة واذا كان عندنا حالة محلول حالة محلول معندها تكون اك اذا الحالة الفيزيائية هي اك اذا كان حالة الفيزيائية اك معنى كمية المادة ان تساوي سي فوا في اذا سي هو تركيز المولي اذا سي هو التركيز المولي وحداتهما هي هي مول بار لتر اذا مول بار لتر اذا تركيز المولي هنا هي مول بارليتر طبعا الحجم يحدته هي الليتر والان دائما كمية المادة تكون بالمول اذا هنا كنا في الحالة الصلبة عندي الكتلة على الكتلة المولية يعني باش نحسب يقول لك مثلا نضيب كتلة معين او مثلا جسم معين جسم الصلب مثلا نضوبه في يعني في كمية من الماء طبعا يقول لك حسب لنا كمية المادة قلنا نقسم الكتلة لذوبناها على الكتلة المولية طبعا للمادة اذا كان عندي محلول طبعا اذا كان عندي محلول كمية المادة نضربه تركيز المحلول في الحجم طبعا لذوبنا فيه المادة اذا هذا بالنسبة لحالة محلول وحالة الصلبة عند الحالة الثالثة وهي حالة الغاز يعني حالة غاز ما يكون عندي غاز اذا في هذا الحالة عندي طبعا عندي حالتين عندي ان غاز تساوي ماذا تساوي في غاز على في مولار اذا هذا قانون قريته عملي فات اذا ان غاز يساوي في غاز على في مولار ما معنى في مولار طبعا في مولار هو الحجم المولي اذا عندنا قلنا هذا المولار هو الحجم المولي ما هي وحدته هي لتخ بار مول اذا وحدة الحجم المولي وحدته هي لتخ بار مول اذا قال لك في التمرين اننا في الشروط النظامية اذا في حالة الشروط النظامية نريد ان الحجم المولي هو حجم طبعا حجم الغاز وان هو الغاز هي كمية المادة للغاز اذا كمية المادة للغاز اما الحالة الاخرى الحالة الاخرى هي ما يكون عندي طبعا قانون الغاز المثالي طبعا قانون الغاز المثالي قريته عملي فتف سنة اولى اذا قانون الغاز المثالي قانون الغاز المثالي لهو pv ايقال ان اغتي اذا pv ايقال ان اغتي طبعا هنا يجب حذري الوحدات اذا هنا اذا p طبعا هو ماذا اذا p هو الضغط وحدته هو الباسكال اذا p ان الضغط وحدته هو الباسكال. ال v هو الحجم وحدته ليس اللتر وانما متر مكعب الحذري وحدة الحجم هي المتر مكعب. طبعا الان هي كمية المادة كمية المادة ال اغ هو ثابت قيمته 8.31 وحدة دولية اس اي. و ت هي درجة الحرارة ت درجة الحرارة لازم تكون بالكلفن. حذري اهنا درجة الحرارة لازم تكون بالكلفن اذا هذا القانون حذري من وحدة التوعو. يكون الحجم يكون بالماتر كوب وكمية المادة طبعا دائما بالمول. درجة الحرارة تكون بالكلفن. والضغط بالباسكال اذا هنا بالمول. اذا هنا كيفاش نحوله مثلا من درجة من السلسيوس الى الكيلفن. طبعا عندي ت يعني درجة الحرارة بالكلفن. ماذا يساوي. تساوي درجة الحرارة بالسلسيوس. نزيدو لها 273. باش نتحصلو على درجة الحرارة بالكلفن. اذا هذا هو التحويل. يعني نتحولو من السلسيوس للكيلفن. نازم مزيدو 273. كذلك ممكن يبدو لكم الضغط يعني بوحدة اخرى. مثلا يبدو لكم مثلا اتموسفير. لازم تعرفوا بلي واحد اتموسفير. واحد اتموسفير. يساوي واحد فاصل صفر ثلتاش. في عشرة اوس خمسة باسكال. وممكن كذلك يبدو لكم الباغ. واحد باغ. يساوي عشرة اوس خمسة باسكال. يعني هذو ما الوحدات كامل قريطوهم عمليفات. يعني احنا اه لازم نعطي لكم كامل قوانين بالوحدات. مهم جدا مهم جدا الوحدات. اذا هذا بالنسبة للوحدات. الان طبعا هذو شفناهم كامل. يعني لم يعافشي حول كذلك من المتخ يعني من الليتر للمتخ كيب وللعكس. اذا لدينا التحويلات التالية. لذا عندنا واحد من ماتو كوب تساوي عشرة اوس ثلاثة ليتر. معنا واحد ليتر يساوي عشرة اوس ناقس ثلاثة ماتو كوب. يعني باش يحول الليتر الماتو كوب يدر في اشرة اوس ناقس ثلاثة وهذا العكس. كذلك مثلا عندي يمدون لكم الحجم مثلا طبعا من الميليليت خليتها نضربه في عشا واسناقس ثلاثة ونزيد ونحولوها المتخ كوب معناتها نساوي عشرة واسناقس ستة متخ كوب حذاري هذه الوحدات راهي مهمة جدا إذن هذه الوحدات مهمة بزف بزف ما ننسوهاش إذن هذا بالنسبتي لبعض التحويلات آن رح نشوفو ما معنى عملية التمديد أو التخفيف طبعا قلته هذا الدرس في السنة الماضية إذن التمديد ثانيا التمديد أو التخفيف طبعا عملية التمديد ما معنى هي إضافة الماء إذن عملية التمديد هي عملية إضافة الماء إذن هي عملية إضافة الماء للمحلول طبعا للمحلول إذن لما نضيفو الماء للمحلول نسميوها بالتمديد طبعا التمديد والتخفيف عندهم علاقة إن علاقة التمديد مهمة جدا لازم دوك نكتبوها إذن مثلا عندي محلول ابتدائي مثلا عندي محلول ابتدائي دايما أنتم حاولوا أنكم ترسموا باش تفهموا مني حتمرين إذن مثلا عندي محلول ابتدائي هنا نحطوه هنا حبيتنا مددو مثلا تيوب تعلو جا فيلا حبيتنا مددو مثلا عندو سي اا تركيز تاعو سي اا وعندو الحجم تاعو هو في اا طبعا هذا المحلول الأصلي إذن هذا المحلول الأصلي حبيتنا مدد هذا المحلول وش نزيد له نزيد له الماء إذن عنيست له الماء إذن هنا يا إضافة الماء إضافة الماء راح يعطينا محلول آخر اللي هو محلول ممدد مثلا تركيز تاعو هو CB وحجمه هو VB هذا هو المحلول الممدد إذن هنا هذا هو المحلول الممدد إذن لما ضفنا الماء تحصلنا على المحلول الممدد إذن ما هي علاقة التمديد؟ علاقة علاقة التمديد طبعا علاقة التمديد أنه كمية المادة للمحلول الأصلي تساوي كمية المادة للمحلول الممدد دائما إذن عندنا كمية المادة للمحلول المحلول الأصلي أصلي تساوي دائما كمية المادة للمحلول الممدد إذن هذا بصفة عامة ما معنى هذا؟ ماذا يساوي كمية المادة للمحلول؟ يساوي CA fois VA إذن طبعا في هذا المثال ممكن يسميكم CA, VA C', V', C' سمنتم تحلوا على حساب 80 إذن هنا وش عندنا CA fois VA تساوي ماذا؟ تساوي CB في VB إذن هذه هي علاقة التمديد إذن ممكن يتلب منكم مثلا حساب CA مثلا نروح نكتب CA تساوي CB في VB على VA إذن هنا نحسب مثلا تركيز CA ممكن يتلب منكم VA ممكن يتلب منكم CB إلى آخر طبعا نحن على حساب التمريد تتعكم على حساب المجهول وش كون هو طبعا نحن الهدف من عملية التمديد طبعا هو التحكم في التركيز يعني باش نتحكمه في التركيز إذن هنا طبعا عندنا معامل التمديد ما معناه معامل التمديد معامل التمديد هو عدد المرات يعني لي مددنا بها هذا المحلول هو عدد المرات طبعا ممكن يقول لك مددنا هذا المحلول خمس مرات عشرين مرة مئة مرة هذا هو معامل التمديد كيفش نتحصل عليه إذن معامل التمديد معامل التمديد نرمزوله بالرمز F كيف نتحصل عليه نخذ مثلا هذا العلاقة طبعا قبل ما نخذ العلاقة هذه بصفة عما F ماذا يساوي يساوي دائما التركيز المولي للمحلول الأصلي للمحلول الأصلي على التركيز المولي للمحلول الممدد ويساوي الحجم حجم المحلول الممدد على حجم المحلول الأصلي يعني لاحظوا معايا لو خذنا هذا العلاقة هذه نحن عندنا نقسم C A على C B إذن نقسم C A على C B ماذا يساوي يساوي V B على V A V B على V A هذا هو F هذا هو معامل التمديد إذن هنا لازم تعرفوا أن معامل التمديد يكون دائما أكبر من الواحد لماذا؟ لأنه قلنا تركيز المولي الأصلي على الممدد طبعا التركيز الأصلي هنا يكون دائما كبير على التركيز الممدد إذن هنا تركيز الأصلي هذا يكون دائما أكبر من التركيز الممدد وبالعكس يقدر يكون يساوي حجم المحلول الممدد على حجم الأصلي حجم المحلول الممدد هذا أكبر من هذا طبعا هذا هو غير ممدد وهذا هو الممدد ما عندها V B يكون أكبر من V A لذلك فإن معامل التمديد يكون دائما أكبر من الواحد إذن طبعا هذه هي عملية التمديد إذن لا ننسى عملية التمديد طبعا مهمة جدا إذن بتحلكم الزاف في التمارينات يعني على بيها لازم تشفوا عليها الآن نروحوا نشوفوا حاجة واحدة خلقيتوها عملية فات اللي هي التركيز الكوتالي إذن التركيز التركيز الكوتالي نرمز له بالرمز CM كان يرمز له بالرمز T يعني لا يهم الرمز المهم إحنا على حساب التمارين كيف أش سمو لكم التركيز الكوتالي إذن هنا رمزنا له مثلا CM طبعا التركيز الكوتالي عنده علاقة اللي هي CM يساوي الكتلة على الحجم هذه هذه أول علاقة التركيز الكوتالي يساوي الكتلة على الحجم كتلة المادة على الحجم وهناك قانون آخر للتركيز الكوتالي يعني اللي استنتجناه اللي هو CM تساوي التركيز المولي في الكتلة المولية إذن انتم تخدموا على حساب المعطيات اللي عندكم يعني إذا كان عندي الكتلة وعندي الحجم طبعا نخدم بهذا نخدم بـ CM تساوي M على V يعني نخدم بهذا إذا كان عندي الكتلة المولية وعندي التركيز المولي نخدم بهذا القانون طبعا نقدر نخرج هذا القانون هذا تعهد الثاني هذا إذن هذا الـ CM هذا منينجا إحنا عندنا كمية المادة 1 تساوي petit thème sur grand thème إذن عندي هذه العلاقة وعندي كذلك 1 تساوي C في V إذن عندي هذه الزوج علاقات طبعا من الواحد واثنين معتها هذه تساوي هذه إذن من هنا ينتج لدينا أن C في V تساوي M على grand thème ومننا نخرج petit thème مننا نخرج الـ M لكتلة نخرج الكتلة تساوي CV في M C في V في الكتلة المولية بعد وش ندير بها هذه رح نعوذوها هنا نعوذوها هنا الكتلة وبالتالي يصبح عندنا CM تساوي طبعا الكتلة هي هذه هي C في V في grand thème على V وبالتالي الـ V يروح يقعد عندنا CM تساوي C في grand thème هذا هو طبعا ما هي وحدة CM إذن الوحدات كلنا مهمين جدا إذن هذه العلاقة أنا خرجناها خرجناها من هذا الزوج هذا الزوج مع هذية إذن ما هي وحدة CM؟ طبعا الكتلة الكتلة وحدتها هي جرام والـ V وحدته هو الليتر ما عندها وحدة CM هي جرام بارليتر هذا هي إذن هذا بالنسبة للتركيز الكتري الآن روح نشوفوا حاجة م erleياً كزليك مهمات جداً اللي ه المحلول التجاري إذن المحلول التجاري إذن المحلول التجاري ثالثا المحلول طبعا ما معناه المحلول التجاري طبعا المحلول التجاري وش نقصده به هو أن المدة التي يحتوي عليها هي مدّة تجارية هذا وش ما عندها محلول تكاري يعني المادة اللي يحتوي عليها المحلول هذا هي مادة تجارية وتتميز بدرجة النقاوة لن تتميز بدرجة النقاوة إذن ما معنى درجة النقاوة إذن عندنا درجة النقاوة درجة النقاوة نرمز لها بالرمز P وتكون بالبخصونتاج دائما P بخصون إذن هذه هي درجة النقاوة إذن قلنا درجة النقاوة ماذا تساوي P تساوي قلنا دائما درجة النقاوة أو يمكن أن نسميها بالنسبة الكوتالية ما معنى النسبة الكوتالية؟ معنى تساوي كتلة المادة النقية على كتلة المحلول التجاري يعني على بيها نسميها بالنسبة الكوتالية إذن تساوي M كتلة المادة النقية على مثلا M فتحة لتهم الرموز هذه مضروبة طبعا في 100 إذن هذا القانون هذا هي دراجة النقاوة بي بوصو إذن قلنا M هي طبعا كتلة كتلة المادة النقية كتلة المادة النقية على كتلة المحلول التجاري على كتلة المحلول التجاري إذن هذه هي دراجة النقاوة وممكن نلقاوها في قانون آخر كذلك يعني نقدر نحسب تركيز هذا المحلول التجاري طبعا التركيز يتعلق دراجة النقاوة إذن عندنا كذلك تركيز تساوي ماذا؟ هذا العلاقة هذه 10 في بي في دي على جران تام يعني تركيز المولي للمحلول التجاري إذن هذا تركيز المولي للمحلول التجاري وغران تام هي الكتلة المولية طبعا تكون غرام بار مول ود هي الكثافة طبعا الكثافة بدون وحدة طبعا والبي هي دراجة النقاوة دراجة النقاوة إذن هنا طبعا نقدر نخرج البي من هذا القانون طبعا بي تساوي سي في ام على عشرة دي ممكن نخرجه من القانون عندنا بي تساوي سي في ام إذن سي في ام على عشرة بي عفونا عشرة فوا دي إذن نقدر نخرج منا دراجة النقاوة إذن طبعا ندعو لي ما التركيز المولي للمحلول التجاري إذن هذو كامل قوانين راحين تسحقوهم في السنة الثانية خاصة نسحقوهم في النقاوة يعني ما نقدرش نحل التمرين في النقاوة إذا ما كانوش عندكم كل هذه المعلومات إذن هنا طبعا دي نقدر نعطي لكم قانون تعدى دي وشينية قلنا معنتها الكثافة طبعا الكثافة بدون وحدة لماذا بدون وحدة لأن الكثافة يساوي الكتلة الحجمية للمادة على الكتلة الحجمية للماء طبعا الكتلة الحجمية وحدتها هي وهذه كذلك معنتها الوحدة تختزل على بها تكون الكثافة بدون وحدة إذن هذه هي الكثافة كذلك الكتلة الحجمية ماذا تساوي الكتلة الحجمية إذن قلنا ارو هي الكتلة الحجمية طبعا هذه هي الكتلة الحجمية إذن ارو ارو هي الكتلة الحجمية ماذا تساوي لدينا ارو تساوي أم على بي إذن تلاحظوا هنا أن الكتلة الحجمية والتركيز الكتالي لاحظوا هنا التركيز الكتالي هي نفس العلاقة إذن شوفوا معايا هنا تركيز الكتالي أم على بي والكتلة الحجمية كذلك أم على بي ولكن الكتلة الحجمية هي كتلة المادة على حجمها يعني مثلا لو خذينا جسم مثلا مثلا جسم متوازي مستطيلة مثلا حبيت نحسب الكتلة الحجمية على الجسم هذا نروح نحسب نوزنه مش نشوف الكتلة التاعو شحال ونحسب الحجم التاعو طبعا باستعمال قوانين حساب الحجم ونقسم الكتلة على الحجم نلقى الكتلة الحجمية أما بالنسبة للتركيز الكتالي فتساوي كتلة المادة على حجم المحلول يعني لذوبنا فيه المادة إذن هذا هو الفرق الموجود بين الكتلة الحجمية و طبعا والتركيز الكتالي إذن طبعا هنا عندنا هذو هما القوانين ليراني متذكرهم يعني طبعا هما كان بزاف قوانين ولكن بالعقل يعني في كل مرة نتفكر قانون نحن نعطيه لكم فقط كين طبعا ملاحظة فقط بنسبة للنقلية النوعية يعني في الحصة الماضية كنا بالنقلية النوعية سيجما كنا بالتساوي لمدة الشريدة الموجبة مثلا اكس بلوس في تركيز الشريدة الموجبة هذا قانون لدرنا زائد لمدة للشريدة السالبة في تركيز الشريدة السالبة يعني هنا ما عطيت لكم ش للوحدة بتاعة التركيز نسيت ما عطيت لكمش الوحدة تاعة التركيز لازم تعرفوا انه التركيز طبعا هذا اذا كان مثلا نسي اذا وحدة التركيز وحدته مهمة جدا ما هيش مول على الليتر وانما هي مول على متر كوب حذاري يعني انتم اتروحوا تحسبوا طبعا الناقلية نوعية اذا اعطيت لكم قيمة التركيز المولي مول على الليتر حذاري لازم قبل تحولوها المول با متر كوب واني اعطيت لكم كيفاش نحولو من الليتر للماتر كوب ثم باش تقدروا طبعا تحسبوا الناقلية النوعية إذن فقط هذه اللي نسيتها في الحصة الماضية إذن إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذه القوائم كامل إذن إلى حصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم